الأنباء التي تحدثت عن محاصرة عناصر داعش للقطعات العسكرية في الصقلاوية وذراع دجل والجسر الياباني شرق الرمادي نفاها قائد عمليات الأنبار مؤكدا أن قواته ما تزال تحكم سيطرتها على المناطق المهمة في المحافظة وأن طرق إمدادها ما تزال مفتوحة ليس هناك قوة محاصرة هناك قوة يقطع عليها طرق الإمداد من خلال العبوات ونستحدث طرق أخرى بديلة ويرد لعبة كر وفر مع العدو يزرع عبوات أخرى على طرق أخرى ونبحث عن بداء الأخرى عملية كر وفر مع عناصر تنظيم قاعد في بعض الخطوط الإمداد لقطعاتنا المتمركزة في الجسر الياباني وفي ذراع دجلة وفي 28 نيسان وفي الصقلاوية وفي كل مناطق هناك كر وفر مع العدو والآن الحمد لله وشكر حضينا بدعم ومساعدة من بغداد ستؤهن للتخلص تماما من داعش في المدينة ومن جانب آخر أعلن قادة أمنيون أن قيادة الشرطة الجديدة شرعت بتغيير العديد من القادة ومدراء المراكز في المحافظة تتطلب وقفة جادة من الجميع هناك حصلت أخطاء في إعداد بعض الخطط وإدارة بعض المعارك نرجو من نحن مقبلين بإذن الله على تغيير شامل في هذه المحافظة لاستبدال بعض العناصر التي ليس لها قدرة أو إلمان بإدارة المعركة بشكل صحيح ندعو من الجميع إلى رص الصفوف وإلى محاولة شن هجمات مدروسة وعمليات مدروسة وعمليات مخطط لها مسبقا لتحرير ما تبقى من أرض الأنبار بإذن الله الفهداوي تحدث أيضا عن تورط بعض شيوخ العشائر مع تنظيم داعش في إسقاط أغلب أقضية المحافظة وتركهم للأنبار والسكن في فنادق الدول المجاورة مناشدا أهالي المحافظة بمحاسبتهم بعد استقرار الأوضاع الأمنية وطرد داعش من الأنبار للأسف ليس من أسقط هذه المدن تنظيم داعش الأرهابي من أسقط هذه المدن ابتداء هو تخاذل بعض شيوخ العشائر الذين كانوا اعتادوا واقتادوا واعتاشوا على خيرات الأنبار ولكن عندما احتاجتهم هذه المحافظة العزيزة ولوا هاربين وسكنوا في الفنادق في عمان وفي أربيل وفي السليمانية وفي بغداد وسيعودون عندما تتحرر أرض الأنبار بالدماء الشرفاء من هذا المنبر الشريف أدعو كل الخيرين بالأنبار وأدعو كل الشرفاء بالأنبار إلى سد الطرق أمام هؤلاء من مدينة الرمادي عمر العبيدي الحرة